للمتزوجين عم بشوف شوية تباعد بناتكم فيه شوية شك فيه طرف عم بشك بالطرف الآخر بعلاقة ثلاثية ولكن هذا الموضوع ما رح يستمر كتير رح تصفى شوية العلاقات بس بدها شوية وقت يا برج الميزة بدك شوية وقت تايف فرصة حلوة كتير بالنسبة للي بشتغلوا واللي ما بشتغلوا فيه فرصة رح تطرق بابك يعني ما كنت مخطط لها انت كنت عم تبحث عن عمل تاني او مقدم لشغل ولكن هذا الشغل رح يجيك فجأة مش متوقع وعلى فكرة فيه يعني فيه اموال او فيه فلوس حلوة كتير من هذا الشغل فيه ناس عم بفكروا يفتحوا مشروع جديد فهذا وقت كتير مناسب لهذا المشروع انا عم بشوفه كتير يعني عم بمشي لاتجاه حلو او انه ترقية للناس اللي عم بستنوا ترقية لانه عم بشوف اموال فهي من الترقية شكلها من الترقية في العمل للعزاب فيه احتمال انه يعني يتعرفوا على شخص جديد ما كانوا يعرفوا قبل هذا الشخص رح يكون مش عارفة اما انه انت عم تحكي معاه على الانترنت او لانه شايفيته فيه فيه اختلاف كبير بينك وبينه اما بالعمر او بموضوع معين هذا الشخص ممكن يكون برجه ترابي ممكن مائي اكتر شي طاقته بتبين شخص مادياته كتير ممتازة بيحب الحب يعني رومانسي شوي خلينا نقول رومانسي وبنفس الوقت بيفكر بعقله وقلبه فشخص مناسب جدا لو تعرفت عليه بالاسبوع الثاني او الاسبوع الثالث اعرفوا انه هذا شخص مناسب انا رحكي للعزاب متسلقين ارامل اللي ما عندهم شريك في حياتهم وعم يستنوا نصفهم الاخر بس شايف منك برج الميزان شايف منك شوية يأس تشاؤم طاقة زعل فحاول انك تطلع من هذا الموضوع بقى قرب وقت وممكن لانه الورق يعني مليان بشاير انا بعرف انك بتعاني خاصة من الطاقات السلبية خاصة من الحسد وهدول الشغلات فيعني بس عم بشوف الاستشفاء عم بتم على خير يعني انت بالطريق الصحيح فكمل استشفاء شوف اذا فيه تحذيرات لهذا الشهر لبرج الميزان تحذيرات بيقولك انه يعني وكأنه بيحكي لك الكرت انه انت شوية مبعد روحانيا عن ربنا او عن روحانياتك فارجع للقرآن ارجع لصلواتك لدعواتك ارجع زي ما كنت لانه انت بالاساس شخص روحاني جدا يعني شو فيه احلى من هيك روحانيات انت شخص كتير كتير روحاني هدول كرتين مع بعض يعني انت على تواصل روحاني كبير جدا اه فخليك اه يعني زي ما انت اذا كنت على روحانيات عالية واذا لا اه او خفت شوي اه بلش ارجع زي ما كنت اه عم بشوفك اه في تحذير اخر انه في اصدقاء في اشخاص عم بيكنو لك الشر عم بيوصلو لك اخبار وهاي الاخبار عم بتكون غلط اه عم حكينا عن الحسد قبل شوي فهدول الاشخاص اه طالع من عندهم حسد بالنسبة للك فدير بالك حبيبي خلينا نشوف كوية العقل الباطن كرت لالك وكرت للشريك اه للي عنده شريك بالنسبة لك اه بالنسبة لك اه بعقلك الباطن عم بتفكر وكأنه العلاقة خلص ماتت العلاقة خلص بطل فيها اي امل اه وكأنها هيك العظمي خلص اه يعني شخص يعني مات وشبع موت هيك انت عم بتفكر بالعلاقة او عندك هواجس من هذا النوع هذا بالنسبة لك بالنسبة للشريك على العكس تماما الشريك شوف في لفة معينة في اه ولكن هاي اللفة يعني او بطريق نحو الارتباط طريق نحو خلينا نقول التطور في العلاقة يعني رح يصير فيه تطور بالعلاقة هو عم بيفكر ماليا عم بيفكر كتير وانت عم بتفكر كمان بالارتباط من هذا الشخص فعقل الباطن وعقل الباطن تقريبا عم بيفكره بنفس الطريقة ولكن انت شوي اكتر سلبية اه الشريك عنده امل اكبر في هاي العلاقة طيب نشوف بالنسبة للمصائح الله هو اكبر عم بقدم بقولك انه انا اسفة بس بقولك انت كتير هاي الفترة كتير قاسي عم بتكون كتير قاسي على اللي حواليك او على الشريك يعني وكأنها افكارك عم بتكون كتير تف كتير احكامك قاسية شوي يمكن انا ما بلومك يمكن من كتر ما عشت صدمات صارت احكامك قاسية او انت صرت قاسي قلبك مش زي زمان قلبك شوي صار اقسى من زمان يعني مرجي الميزان طيب ولكن بقولك هاي الفترة انت عم يعني كانوا بيحذرك بيحكي لك انت عم بتكون قاسي كتير هاي الفترة على الشريك شوي يعني هون بيحكي لك اختار الحب بيقولك انه اختار الحب لانه الحب هو الوحيد اللي رح يطلعك من اللي انت فيه او رح يجيب لك الخير فعلا طاقة الحب في الحياة مو شرط حب لشخص معين او لشريك لا لا الاصدقاء حب حتى الاشياء الحب بشكل عام بيولد طاقة ايجابية عند الشخص وبيقولك كمان حب نفسك يعني اختار الحب بكل اشكاله لحتى يساعدك انك يعني تتعدى او يعني تمشي في التحديات اللي انت عم بتمر فيها فبقولك بالحب تقدر انك تتخطى هالامور لا بالانتقام ولا بالافكار يعني القاسية ولا بهاي الامور كلها لا تكون كما عهدناك يعني تانكيو هذا الكرت شي يعني رح تعيشوا يعني لحظات رومانسية كتير حتى اللي ما عندوش شريك ممكن الفترة الجاية تكون فترة رومانسية كتير فيها هدايا فيها ورد فيها يعني كرت كتير حلو بالنسبة للعاطفة بقولك انت من الناس اللي عندهم حاسي سادسة او قلتلك انت روحاني شخص روحاني فبيقولك هون انه خلي الحاسي السادسة او خلي احساسك هو اللي يقودك مش دايما تشغل يعني كل هاتنا بنعرف برج الميزان عامل بلانس بحياته بيفكروا بعقله احيانا اكتر من قلبه بيعني بيوازن الامور بيقولك اعتمد على حاسيتك السادسة اكتر بيقولك كمان بيقولك انه الدموع شغلة حلوة ممكن انك تعيط لش ما تعيط هذا ما بعرف الكرت اطلع قبل هيك بيقولك انه البكاء شغلة مش سيئة بالعكس البكاء بيطلع منك طاقات سلبية وبيطلع منك ذبذبات سلبية ممكن انضرك فهو بيكون مثل الهيلر للسول تبعك بيكون مثل نوع من الاستشفاء او انك تطلع من الحالة اللي انت فيها فالبكاء شغلة مش سيئة هذا طلع مقلوب وكأنه بيحكي لك انه بالفترة الجاي رح تكون معتمد على نفسك اكتر يا برج الميزان خاصة في العمل رح تفتقد شوي لانه يكون في عندك سببورت او دعم فيعني رح تقوم في معظم الاشياء او في اغلب الاشياء رح تكون انت لوحدك ولكن انا شايفيته انه برج الميزان قدها الميزان من قد كالابراج وممكن انه يعني يحقق كتير نتائج بفترات اصيرة في عندهم ذكاء ما شاء الله بيقولك ما تشتت حالك اختار هدف هدف اختار goal goal لحتى انك تعملهم بيقولك انه طاقتك عم بتروح ناحية كتير افكار وعم بتشتت حالك باكتر من فكرة في نفس الوقت بيقولك بيقولك انه ركز اكتر على موضوع معين كل فترة يعني ما تضيح حالك باكتر من شغلة في اكتر من يعني في الوقت نفسه فبس بيقولك الانجلز هلبيو يعني عم بتساعدك في كل الامور ولكن انت اعمل فوكس على شي معين ما تكون متسرع وبدك تعمل شغلات كتير او تشتت انتباهك لاكتر من شغلة بهاي الفترة خد الامور شوي شوي بتأني هون بيقولك انه انتظر بقولك اذا ما زبط معاك موضوع فما تي اس في قدامك كتير اوبشنز كتير فرص كتير افكار ازا كان فيه يعني شي او اا ما عم يزبط ففي اعني اوبشنز كتير بقولك ما تزعل ااااا قدامك رح تكون يعني رح ترشدك ورح تكون معاك ورح تحاول انها تريحك. وهذا كله يعني بسبب الروحانيات اللي انت فيها. شايفي روحانياتك حلوة. لبرج الميزان. بيقولك هون انه يعني لازم شوي تعمل رفريش لروحك. انت لك فترة عم بتعيش بالماضي. عم بتعيش على الاطلال. خلينا نقول عم بتفكر بامور سابقة. او مواضيع ما كنت عم تحصل عليها. عم تطلع عليها بطريقة كتير متشائمة. فبيقولك لأ انه يعني اعمل رفريشنج لروحك. اطلع انزل اعمل شغلات كتيرة. لانه شغلة بس يعني بتروح وبتيجي مكانها اه شغلة احلى. فما ما نكون يعني مركزين بس على شغلات اللي احنا ما من ملقها. اه هون شايفيتك هاي الفترة حبيبي الميزان رح يكون في عندك اه اه شوي وفرة مالية. وهاي الوفرة رح اكتر شي تصرف على اللبس. والخلينا نقول مجوهرات او اه الشغلات يعني البذخ اللي رح تعيش اه فترة انه اه تصرف على كتير على على المظهر على ال اه على هاي الامور فبيقولك انه شوي يعني ما تزيدها او تكترها انت اساسا بيقولك انت اساسا جذاب بدون هاي الشغلات كلها. طبعا مو غلط انه يعني نفكر بهاي الطريقة انه نغير نفسيتنا وكزا. وشايفة للبعض عم يعملوا عملية تجميل وعم تمشي على خير شغلة حلوة يعني عم بتزيد لهم اه طاقتهم الايجابية والثقة بالنفس. هلأ بترككم تسألوا سؤال اه عشان نجاوب عليه بنعم او لا تضمروا على شي معين. اه خلينا نشوف انه رح يتم ولا ما رح يتم. فخلينا نشوف شو هو السؤال والاجابة نعم او لا رح تكون. اذا نعم بنشوف لها توقيت معين او بنحاول بشكل تقريبي نعرف التوقيت. واذا لا يعني انت وحظك. لا شايفة انه هاي الشغلة رح تتير ولكن يا برج الميزان رح تتير على فترات بطيئة على خطوات بطيئة. ما رح تتير مرة واحدة هاي الشغلة. اه في شوية عوائق رح شوي شوي تزول وتتحقق هاي الشغلة. اذا نعم رح تتير.